فولزفاجن هذه الشركة الألمانية التي يبلغ عمرها 87 عاما يبدو أنها أصبحت بمرمى المنافسة الصينية بعد أن أعلنت أنها تنوي إغلاق بعض من مصانعها وذلك يعني بسبب النقص في مبيعاتها ولكن هذه الأزمة هل تقتصر على الأداء المالي للشركة أو يمكن أن تمتد إلى اقتصاد ألمانيا ككل بالبداية نشير إلى أنه لأول مرة الشركة أعلنت أنها طبعا ستنوي إغلاق أحد مصانعها وذلك لتوفير حوالي 10 مليارات يورو لأنها تواجه نقصا كبيرا بمبيعاتها وأيضا هذا يمكن أن يدفعها لحل اتفاقية حماية العمالة التي أبرمتها منذ حوالي 30 عاما هذه الاتفاقية بحال اليوم قامت بحلها هذا سيؤدي إلى خفض عدد الموظفين أو حتى خفض الرواتب بهذا الإطار نشير اليوم أن المدير المالي لشركة فولزفاجن أعلن أن النقص هو بحوالي 500 ألف سيارة سنويا من ناحية المبيعات ما يعادل تقريبا إنتاج مصنعين وهذا اليوم ما دفع الشركة إلى إجراءات تقشفية كما لاحظنا بهذا الإطار أيضا إذا نظرنا اليوم إلى ردة فعل العمال رئيسة مجلس العمال في الشركة اعتبرت أنه لا يمكن استبعاد الإضرابات بهذه الفترة وهي ظاهرة نادرة بتاريخ الشركة ولكن اليوم طبعا هذه الشركة تتضمن تقريبا 120 ألف عامل وبالتالي اليوم خفض الرواتب أو تسريح العمال هذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العمالة بشركة ألمانيا لأنه اليوم مع ضعف الإنتاج في هذه الشركة سيؤثر أيضا على ضعف الإنتاجية بشركات أخرى بالتالي إذا نظرنا اليوم إلى أنه كيف ستؤثر أزمة فولزفاجن على اقتصاد ألمانيا يعني كما أشارنا انخفاض القدرة التنافسية سيؤدي اليوم إلى انخفاض الإنتاج في شركات أخرى وبالتالي انخفاض العمال وهذا يؤدي إلى ارتفاع البطالة خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية ومنافسة السيارات الكهربائية الصينية إلى جانب ذلك نشير أنه قطاع السيارات يسهم تقريبا بحوالي 5 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وبالتالي اليوم تراجع قطاع السيارات سيؤدي أيضا إلى تراجع في الاقتصاد الألماني ككل أخيرا نشير اليوم أن انخفاض إنتاج السيارات وسط التنافس الصيني هو بحوالي مليونين وخمسمائة ألف سيارة بهذا العام مقارنة من السنوات الخمس الماضية وبالتالي أيضا إذا نظرنا إلى سوق السيارات الكهربائية تراجع 69% بغسطس على أساس سنوي اليوم دخول قطاع السيارات الكهربائية يبدو فعلا بأوروبا من جهة الصين أثر على الصناعة المحلية في أوروبا وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي بوقت سابق لفرد رسوم جمهورية على صدرات السيارات الكهربائية الصينية وبالتالي يبقى السؤال أزمة فولزفاجن الألمانية كيف يمكن أن تنعكس على اقتصاد ألمانيا في الفترة المبلة